السلام عليكم معكم اسمي ابراهيم كل سنوات طيبين ورمضان كريم عليكم النهاردة هنعمل طواجن مكرونة بالفرن بكزا حشوة هنعمل بحشوة العصاج و هنعمل بحشوة الكبدة و هنعمل بالسوسيس و هنعمل برضو هنحط فيها جبن برضو للناس اللي بتحب الجبن يلا بينا عن مقدير و طريقة التحضير اول حاجة هنبدأ نعصج الحشوات بتاعتنا نزلت حبت الزبدة في طاصة و هنا عندي الكبدة انا بغسلهاش حطيت عليها نص لامونة في المصفة وبعد كده سيبتها حوالي خمس دقايق وبعد كده نص التاني حطيته قبل ما نزله في الزبدة و اشوحه تشويحه كده بعد كده انزل بالبصر ان انا ضربه في الكبدة او ما اقطعه على ايدك عادي مش فرقة وبعد كده اشوحه شوية. افضل اشوحه يعني حوالي خمس دقايق وبعد كده ده بشر طماطم. اه انا بحب بشر الطماطم بيدي الطعم الجاهز بتاع برا. اه يعني بيدي طعم برا. وبعد كده طوم. هنزل بربع معلقة طوم. انا بحب حط الطوم نايف كل الاكلاتي بحس طعمه بيبقى بيتعزز اكدر. اه رشة رشة ملح. ورشة شطة ورشة بابريكا. وبعد كده هبدأ بقى اعصج العصاج اللحمة بتاعي. حطيت قطعة زبدة. وبعد كده اه انا بحب انزل باللحمة الاول. اه بحب اديها شوك الاول وعصاكة الاول. وبعد كده انزل بالبصل. اه بحس ان كده اللحمة بتجيبش مية معايا. اه وبتبقى طعمها احلى اكتر. بعد كده هنزل بالبصل بتاعي. زي ما انتم شايفين اقلبها تقليبتين كده. تفضل تتعصق شوية. حتى لو نزلت مية معايا دي هتكون مية البصل. مش مية اللحمة. اللي انا عملت اللحمة الاول بالصدمة مع الزبدة. وبعد كده هنزل برضو ببشر طماطم. زي ما قلت لكم بدي طعم حلو وبيعزز الاكل جدا معايا. اه وبعد كده هبدأ عصج اه اشوح السوسيس. هنزل بالبصلية الاول مع قطعة زبدة. بعد كده اقلبها تقليبتين كده. وبعد كده انزل بالسوسيس. انا بحب البصل يكون صاح شوية. ما بحبوش دبلان. اه عصاج اللحمة انا محطتش محطتش ملحه خالص ما بحطش فيه ملحه وهو بيتعصق. بحط التواب اللي بعد ما يكون بيتعصق. هنا حطيت حبة اه بابريكة او حبة شطة. اه يعني بتحاولي ربع معلقة وربع معلقة. و اه نص معلقة ملح. وهنا كل الحشوات عندي بقت جاهزة. هبدأ ارس العصاج الاول. بعد ما يكون خد غلوتين ثلاثة كده. انزل عليه بكوباية ميا. اه يعني عشان اللحمة بتاعتها تكون ضمن ان هي استاوت كويس. وما بتشرب الميا بتاعتها. انزل بقى بمعلاقة الملح ومعلاقة السبع بهار بتاعتي. هنا حطيت اه حشوة اللحمة وحشوة الكبدة ونزلت كوباية مكارونا وكوباية مكارونا ونزلت كوباية ميا متدول فيها مكاعم مرأة. اه وبعد كده بحط معلقة الملح عشان المكارونا طبعا محتاجة ملح. وهنا رشيت شو هيت جبنة رومي بس من على الوش. وحبة بابريكا. اه بتحمر اللون كويس وبتدي له يعني طعمة برضو تدخين. اه بيبقى حلو جدا. اه وهنا هعمل اه السوسيس. حطيت برضو طبقة السوسيس من تحت. وحطيت كوباية مكارونا. وحطيت كوباية ميا. اه اه متدول فيها برضو اه المرأة الدجاج. ورشيت ملح ورشيت بابريكا ورشيت شطة. هنا انا بحبه سبايس شوية. ما رشيتش شطة عالتانين. وحطيت شوية اه جبنة رومي وكم قطعة دسترمة على السوسيس. اه وده هيكون شكلها النهائي. هي خدت اه في الفرن حوالي تلاتين دقيقة. اخدوا بالكم المكارونا نية خالص. خدت حوالي تلاتين دقيقة في الفرن. وطبعا انا دهنا التواجن لما تطلع من الفرن هتتقلب معاك بكل سهولة. وبس هي دي وصفتنا النهاردة جربوها وان شاء الله هتعجبكم وبالهنة والشفا.